اعربت صاحبة السمو الملكي امير اسابيكا بنت ابراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المفدة رئيسة المجلس الاعلى للمرة حفظها الله عن خلص تعازي وصادق الموساة للشعب المصري الشقيق وليؤسر ضحايا التفجير الارهابي الذي سادف الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية بالقاهرة واودى بحياة عدد الامرياء دعية سموها الموضى العلي القدير ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وللمصابين سرعة الشفاء والعافية جاء ذلك خلال استقبال سموها حفظها الله بمقر المجلس وفدا من المجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وسهلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة اللقاء بالترحيب بالدكتورة مايا مرسي والوفد المرافق لها مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما يجمع بين البلدين من توأمة وشراكة في كافة المجالات وخاصة في شؤون المرأة وخلال اللقاء بحثت تقارينة عهد البلاد المفادة مع الوفد الزائر مجالات التعاون المشترك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للمرأة والمجلس القومي للمرأة بجمهورية مصر العربية من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات المشتركة التي تهدف إلى بيان صورة تقدم المرأة العربية على مختلف الأصعدة مؤكدة سموها على همية تفعيل هذا التعاون بين جميع الأليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول العربية والاستفادة من نقل وتبادل الخبرات العريقة التي تتمتع بها المرأة العربية وإبراز قصص نجاحات المرأة فيها هذا وقالت سموها نأمل أن يكون هناك نشاطات عربية مشتركة تهدف إلى تصحيح صورة المغلوط للمرأة العربية في الإعلام الغربي والتي لا تعكس واقع الحال في المنطقة وقالت سموها في هذا السياق لقد أن الأوان بيان أن هناك عمل مؤسسي عربي جاد للتنمية الشاملة في دولنا وللمرأة الحظ الأوفر في ذلك وكذلك سموها لابد من التوضيح للمجتمع الدولي بأننا تجاوزنا مراحل تمكين المرأة وأن المرأة العربية قادرة على القيام بمهام تمكين مجتمعتها من حولها بفض حضورها العريق في ساحة العمل وما لديها من مهارات وكفاءات وكذلك بفض دعم مجتمعاتنا العربية لهذه المشاركة ووجهت صاحبة السمو والملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في ختام لقاء شكرا لوفد المجلس القومي للمرأة في مصر على هذه الزيارة لمملكة البحرين منوهة سموها بالتعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة منذ قرابة 15 عاما ومشيدة سموها أيضا بالتقدم الكبير الذي حققته المرأة المصرية جنبا إلى جنب مع شقيقتها البحرينية والذي يعتبر علامة مضيئة في مسيرة المرأة العربية ككل ترجمة نانسي قنقر